الحضر كيف سيكون فرصة للحد من انتشار هذا الفيروس؟ تمام الحضر كما رأينا في الصين بداية كان لما انتشرت الحالات فرضوا حضر تجول بالإضافة إلى حجر كل المخالطين للحالات وعزل الحالات طبييا في المستشفيات وأظهرت طريقة الصين أنه صار انحسار في الوباء وأخذ تقريبا شهرين على ما بدأت تخف عدد الحالات إلى أن اختفت تقريبا وبعد كده رجعت تاني نتيجة عودة بعض المسافرين للصين ونقلوا معهم الفيروس من الخارج وفي بعض الحالات ما زال في انتقال داخلي لكن قليل جدا فإيش مهمة الحضر والتباعد الاجتماعي؟ في كذا نقطة لأن الوباء هذا جديد ففي كذا نقطة لسه ما احنا متأكدين منها أول شيء متى يبدأ نقل العدوى من الشخص بعد أن يصاب بالجرثومة؟ نعم تمام؟ لسه ما احنا عارفين قديش المدة تقريبا الشيء الثاني المدة بعد ما يبدأ نقل العدوى من المريض المصاب قديش ياخد الفترة اللي يكون فيها نقل العدوى نشط؟ نشط تمام؟ نعم هذا الشيء البعض قالوا عشر أيام بعد ظهور أول العراض وممكن أطول الدراسات مختلفة لسه لأنه احنا مازلنا رغم أنه أربع شهور مازلنا في بداية الوباء حوال جائحة هذه ولازم يعني ممكن بعد ما تنتهي وقتها ممكن الواحد يعمل دراسة شاملة ويعرف كل الأسئلة هذه اللي بيتساءلها نعم الشيء الثالث اللي هو متى قمة العدوى انتشار العدوى عند المريض مثلا أديك مثال عليها في سارز الأول كان قمة انتشار العدوى يسموه peak infectiousness بعد كم يوم من ظهور أول العراض نعم في هذه الحالات العزل الطبي غالبا بيكون كفاية بس لما يكون قمة الانتشار العدوى من المريض المصاب مدة طويلة ويبدأ مع بداية الأعراض فهل العزل لحاله ما يكفي السؤال الثالث هيكون أو الرابع متى يبدأ العدوى هل في عدوى في فترة حضانة المرض أم لا وهادي مخيفة لأنه المريض ما يكون علي لسه الشخص ما يكون علي أي أعراض وما يعرف انه مصاب فوجدوا في بعض الدراسات انه غا يمكن خلال يوم أو يومين قبل ظهور أول العراض ممكن تنتقل العدوى لكن النسبة قليلة معظم انتشار العدوى بيكون من إنسان مريض ظهرت عليه الأعراض تمام فهنا عشان نتجنب المخاطر وازدياد العدد زي ما صار في الدول حتى المتقدمة يعني في أوروبا وأمريكا الشمالية مهم جدا التباعد الاجتماعي كل واحد يلزم بيته لا تزور صاحبك ولا أخوك ولا الوالد ولا الوالدة يعني ما في زيارات نهائي لازم نمتنع عن الزيارات نهائي الشيء الثاني لازم كشف المرضى بسرعة عزلهم وبعد كده فحص كل المخالطين والحمد لله يعني صحيح أن الحالات بتزيد لكن لو نلاحظ أن الحالات كلها في البداية كانت من راجعين من السفر وطبعا بجهود يعني القوانين اللي وضعتها الحكومة لحماية الشعب يعني كل اللي ساكنين على هذه الأرض أخذوا الراجعين من السفر حطوهم في فنادق وعساس يتابعوا الحالة ليكونوا حاملين للمرض وأول ما يظهر على طول بيتاخذ على المستشفى المخالطين هي كانت المشكلة لأنه في البداية كان في فترة قبل اللي هم يتم حجر القادمين من السفر كانوا بيطلبوا منهم الحجر المنزلي المخالطين لهم ما كانوا ملتزمين بالحجر المنزلي يعني أنت ملتزم بالحجر المنزلي لازم كل اللي معاك ما يعني خالطوك وفي نفس الوقت ما يطلعوا من المنزل لأنه إذا خالطوا الشخص اللي حامل الفيروس وخرجوا ممكن يكونوا حاملين وينشروا الفيروس فهو ده اللي سبب الزيادة في المخالطين في حالات المخالطين لكن الشخص يعدي كم واحد الشخص طبعا في بداية الوباء وجدوا أنه تقريبا أن الشخص المريض يعدي 2.5 إلى 3 أشخاص بس كل ما زادت مدة يعني مثلا ساكنين مع بعض وقريبين من بعض مدة طويلة فممكن يزيد العدد تمام حاليا صحيح في زيادة في عدد المرضى عدد المرضى اللي بيأكد تشخيصهم لكن ما زلت متفائلة أنه يعني حينزل العدد لأنه هذول كلهم كانوا في حجر نتيجة مخالطتهم لمرضى سابقين ترجمة نانسي قنقر